اشتركوا في القناة 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 العاملين اثنين في مستشفى الاقليمي بمدينة تيطوانسانية الرمل يشتبه في صرقتهما ساعة فاخرة من نوع رولكس من مواطن فرنسي راح ضحية حادثة سير ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة العاملان اللدان يساعدان طواقم المستشفى في إدارة الوافدين والمغادرين عليه نجح في صرقة السعاء اليدوية التي يبلغ سعرها مئات الآلاف من الدراهم لأن ساعة دير رولكس كيف تعرف أنها كتسوى مئات الآلاف دير دراهم كتقدر تصل تحت المئة مليون كل واحدة وشحل تمان ديالها مستغلين الحالة الخطيرة التي كان عليها الضحية وعمره سبع وعشرون عاما عند إدخاله المشفى الاثنين الفائت وقد توفي الشاب في وقت لاحق المشتبه فيهما غادر المستشفى بعد انتهاء من مناوبتهما وذهب إلى طنجة حيث قام ببيع السعاء إلى طرف ثالث بمبلغ إلى يتجاوز خمسة وعشرين ألف ديرهم يجد المليون ونص علما أن التمنذية لرى أكثر من هذا الشيء لم ينكشف أمر هدين العاملين إلا بعد قدوم إحدى أقرب الضحية حيث تفطنت إلى عدم وجود السعاء في معصم الضحية بعد احتجاجات استعانة إدارة المستشفى بتسجيل أشرطة الكاميرا ولسوف تظهر إدخال الضحية بساعته ومنذ تلك اللحظة تسارعت الأحداث بالنسبة للعملين الذين وجدوا نفسيهما في نهاية المطاف موقوفين من لدن الشرطة ويخضع المشتبه فيهما في الوقت الحالي لإجراءات الحراس النظرية حيث ستستجوبهما الشرطة حول الأفعال المنسوبة إليهما قبل إحالتهما على المحكمة المختصة تخيلوا أن هاد العاملين ضمروا المستقبل دياله ومعلاش على واحد الشفرة يا ربي السلامة هاد شي مدعاة إلى القلق تخيل واحد صالار يكي يشد واحد الأجرة دياله وطامع إشفار تخيلوا ده بدخول شي مرامس كينا ميتة أو في حدي تتسير عنده وحد السنسلة ديال الدهب هادك شرطة ما ديالكش أشريف هادك شرطة صريقة تسمى صريقة والصريقة هي أخي بحاجة كينا في الدنيا قاعد لك يصرق مع أمرو كيكون منبود والحالة دياله كتولي متضعضعة قاعد لك يصرق كيكون من أكفر الحالات اللي تقدر تشوفهم هو ديال هاد الصارقة ولا حوله ولا قوتا إلا بالله بندم يتبتش شوية وعاطك الله حضر الزيق القناعة قناعة إخواني وأخواتي اللي ما قناع شرطة ما دير والو فالدنيا را غادار فناء را غادة راها غدة تقدر من بين ليلتين وضحات تقلب على أربعة المرات ولا خمسة فلا حوله ولا قوتا إلا بالله الواحد اللهم ما يعباد لله اللهم ما فاتبوتو هاد بخصوص هاد الخبر عندو زلوا هاد الخبر ديال البكائية هاد ديال أسماء بيوتي والقضية عندها أرى عندها حد مشكل كبير 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 بزاف لأنه شوف تيفي دخلت على الخط وأضي وأيضا اليوتوبر تحفته ومن أمريكا توضخل على الخط والقضية عندها مشابكة كتقول الناشطة أنه شوف تيفي تابعة هاد الأيام وكتحرض عليها مديرية الضرائب دبا المشكل اللي دارته أسماء بيوتي أسماء بيوتي مغنية على التعريف كل شي كي يعرفها هي والزوج ديالها هي أول وحدة دخلت لنا الدراما للأسرية هي أول وحدة بدأت هذا المشوار ديال روتيني اليومي والدراما للأسرية الدراما للأسرية كانت كدير أنها كانت خاصة مع أهل الزوج ديالها وهذا ودرت لنا أفلام معكا من الأسف النسوة عزيز عليهم ذاكش وبعض الرجال ولكن أغالبيا النسوة عزيز عليهم هاد المسلسلات بحال بلأس ما تشدوا هاد المسلسل ديال اللي كيجيبوا في رمضان ولا يوشي مسلسل تركي او قديما كان مسلسل مكسيكي هذك الدراما دم اولا الدراما كتصوب في مواقع التواصل الاجتماعي بأبخس الأتمان فقط كي يجيبوا مشاكيل ويجيبوا رأي مو نعيمة ما نعيمة العفو البداوية وغيرها الكثير ويونس سعاد مراتو وهذك اللي كان المشدود في الحبس وحد تاهوا وجميعهم فقط هذك هشنا ومخ الخصائر والهاشمي او اظن مهم هذو كاملين الدراما المنزلية الدراما وما ولا غيرها ولا شيء غير الدراما هذك الدراما علاش مبنية مبنية فقط على وحد المشاكل العائلية حنا عن مشكل ديانا ان بعض النس وعدنا عزيز عليهم الفضول عزيز عليهم تتبوا عادشي شفنا هادشي في الميلودي قضية ديالو اللي كانت مبنية على صفر على هذا شنا قضية الدنيا باطمة والتحجيم ديالو والتكبير ديالا والعصابات والسماء المزرقة كل شيء هذك شيء ودابا الدراما المنزلية وما ادركوا ما الدراما المنزلية هالدراما المنزلية كتمكن صحاب ديالها من اللي كيكونوا والو منعدمين مع دمتاشي ريال كيو اللي وبين ليلة وضحاة عندهم الفيلات والمقاهي وصالونات الحلاقة واللي بغيتوا هلو مجرة والمشاريع والشركات والسيارات الفاخرة دير الدراما تربح هذي من جهة اسماء بيوتي رائدة في هذا المجال دابا مشت دير توحد الرحلة اللي ما فهمش القصة شنوقع دير توحد الرحلة هي والزوج ديالا والابناء ديالا مالله يخلي لها وليداتها مشت كتبين انها مشت لتركيا بطبيعة الحال توركيا راح دلوجها سياحي اللي وليت غالية بزاف وهي اكدت بانها كتخسر 800 الف فرانك اي 8000 درهم حتى 10000 درهم في اليوم تخيلوك هاته السيدة كتخسر 8000 درهم وعشر درهم بعدها اولا كيفش ديرت باش خرجت الفلوس ديالا بالعملة الصعبة دي اول حاجة تاني حاجة هذي را اموال باهضة دابا فش خرجتها تشين ناس ردوا البال قلوا او كيفش كتخل مشت عشر يام ولو خمسة عشر يوم كتخسر اذا هذي خسر عشرين مليون ولا خمسة عشر مليون اذا هاتشي راد الاموال اللي كتخسرهم يوميا لا 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 ما جالة للمقارنة ولا ما جالة اذا هاد سيدة اشنو كتدير هذا شوية نوضو اللي اوحد صداع ديال مديري الضرائب قالوا را خس هذي تحرك مع مديري الضرائب بما انك تخسر هذي الاموال ووش كتخلص هذي السومة اللي خس تخلصها وش دير الشركة وش هادشي دابا المشكلة هادشي غدي جرع الجامع دابا هاي خرجوا قحد القوانين هتخرج على الجامع انها بدأوا يخلصوا الضرائب تخيل واحد كيشد ثلاثة الاف درام من اليوتيوب لا ربعة الاف الدرام بحل عبدالله هاي بدأتوا يخلصوا الضرائب بحلها غايو اللي عايش قل من قل من السطر وتقارنوا مع اسماء بيوتي اللي كتشد عشرين مليون لثلاثين مليون لا حوله لا قوتايله بالله بحل هذي هذي كتجني على كل شي دابا هادشي كي ديروا هاتفلية وكي يجني كيصدق اليوتيوبر الصغار كامل يمساكن كي يشوف الرجلين هكاك عنوة دائما هذي اليوتيوبر كيخلقوا المشاكل لجميع الناس ولكن سرهم وتاني حاجة الاختة اسماء بيوتي انها دابا جات في حد المرحلة دي التقهقر صافي الفترة دياله او ليرا دياله او الزمن دياله انتهى دابا جاو وحدين خرين جاو إلياس المالكي جاو ناس خرين جاو مصحاب ستريمير جاو الناس اللي كل عهده عنده دابا هادشي دياله اه اه البداوية وغيروها 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 هادي غادي توصل واحد المرحلة وغادي صافي الناس غا يطلعوا لهم فراسهم اه ما يبقاش غا يبغيوا الجديد ايبغوا اوصار جديدة يبغيوا وهدو شي غادي وكيتطور وهاد شي ديال مواقع التواصله غادي شوفهم العجب والعجب والعجب غير الواحد مخصوش يبقى يتيقف هاد المحتويات اللي فقط الهدف دياله هو اطارة البوز باش يدخلوا اكبر قدر ديال الفلوس المشكلة هاد الفلوس اللي كيدخلوها وحد فلوس اللي بصحة وماذاك شي رزقه اعطاهم ليهم الله ولكن ان الحياة الشخصية ارا معداش القيمة تبيع حياتك الشخصية على قبل الفلوس اراك اكبر غالط اعلاش لان اعيجي واحد الوقت تقدر اذاك الفلوس ما يبقاش عندك ولبا توقع شي ضروف ولا الله اعلم ما راد الله اعلم ما كنت تبني تشي حاجة شر لأي الانسان ولكن غادي يجي واحد الوقت اللي وليداتك غادي تشوه في المدارس غادي عقدوهم ليكم هادو ما اللي اللي تخاف عليها من الوليدات ديالكم واللي عيكونوا في اكبر خطار علاش لانا عيجي بدون لهم فيديوهات اللي انتم ما مبقيتش ما بقيتوش حاملين تشوفوها غادي يجي بدون لوليداتكم ومن اللي غايكبروا وليداتكم غادي تشوهم اللي عيتكبروا وتبغوا تتوبوا وتبغوا تبعدوا على هاد المجالات لقاو راسكم لان كي يدير صدقة جارية ولكي يدير سيئة جارية خصوصا لكانش محتوى لا يليقوا فيه الفتن وفيه بزاف الاشياء مهم شكرا لكم على حسن الاصغاء والاستماع الى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله